أنا عايزة أرجع بقى لخبر تاني مصطفى هيرجعنا تاني خبر بتاع جمسة ضائعة مستقبلة وبص السياغة الخبرية دي كانت جريدة الأفضل الأهرام بص السياغة حتى هنا بسيطة شبه المصيف جد يعني السياغة الصحفية وقتها كانت زي ما بنقول زي دلوقتي برضو فيها العنوان اللي يشد والعنوان اللي ممكن يبقى ترند صحيح يعني ده كان مفروض وقتها جمسة ضائعة مستقبلها ده أكيد لو فيه ترند ده كان يبقى ترند لا هو كان ترند فعلا وكان لمدة ثلاث أعداد وربعض كانت عاملين ملف الأهرام كبير جدا عن المصيف سنة 74 ما بعد الحرب ليه بقى جمسة ضائعة مستقبلها ضائعة مستقبلها لأنها على مظاهر الست سنين اللي الناس ما قدامهاش اللي جمسة خلاص هي إسكندريا طبعا بره للتقييم لأن إسكندريا سبتها معنا طول وقت جمسة المصيف البديل ما طورتش نفسها وبالتالي في بقية الناس مستنية عودة بورسعيد والسويس والسماعالية اللي هو يعني اللي هو رأس البر رجعت يا أولاد بالضبط وإحنا طول وقت عندنا أزمة في الفكرة دي إحنا طول الوقت المصيف عندنا في ترند جديد في المصيف فالناس بتروحوا طول وقت المصيف موضة فكانت الموضة بتاعة رأس البر خلصت بتاعة الجمسة خلصت بدري بدري جدا نظرا هي فضلت طبعا جمسة مكملة مع الوقت بس ما كملتش بالقوة اللي كملت فيها في 6 سنين دول ف74 خلاص المصرين ابتدوا أول 150 أسرة يروحوا بورسعيد وده كان احتفال كبير مصر كلها احتفلت بأن الناس هتصيفوا بورسعيد بس عارف كمان كان بيقال إيه وقتها كان بيقال إنه كان فيه نموس شديد جدا محدش قدر عليه يعني جمست ظلمت برضو ويعني يمكن في تفاصيل التحقيق كان مكتوب برضو تفاصيل لعلاقة ده جزء اللي حديث بيضا صحيح لكن كان جزء من المسألة اللي علاقة بي الاستثمار في البنية السية الاستقبال الناس بشكل أفضل الحاجات اللي كانت متوفرة في رأس البر مش متوفرة رغم انه عملوا القرية السياحية في جمسة وحاولوا يعني أجمائها صحيح